أولا الحمد لله والفضل له والمنة له سبحانه وتعالى ثم الشكر لولاة الأمر على ما صدر من الأيام القريبة الماضية من فتح المصليات والمساجد وأيضا عودة هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام و سبق أنني ذكرت بأن صلاة العيد أو العيدين من حيث الحكم الشرعي الراجح من قول أهل العلم أنها من فرض الكفايات ما معنى فرض الكفايات إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين فصلاة الرجال الآن في المصليات كافية ولله الحمد في تحقيق هذه الشعيرة العظيمة و يسقط الإثم عن الباقين لكن من الليلة من الليلة الآن تغرب الشمس بعد قليل تكبرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد و هذه نعمة و عبادة عظيمة قال جل وعلا و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم فاليوم آخر عدة شهر رمضان اليوم آخر عدة شهر رمضان من تغرب الشمس خلاص يبدأ يوم العيد تكبرين الله عز وجل إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد هذه كلها محل التكبير في بيتك طبعا تكبرين وتوصين عيالك وتوصين اللي في البيت اشتركوا في القناة